موسيقى وللحديث أكثر عن أسواق النفط وعن أسعار الذهب اليوم ينضم إلينا من عمان السيد ساركيس تشوبرين محل الأسواق عالمية في مجموعة أكوتي أهلا بك سيد ساركيس يعني طبعا اليوم الحديث الكبير عن أسعار الذهب التي استطاعت تخرق مستوية 1710 دولارات وحتى وصلت إلى 1720 دولار هل ممكن القول أن الذهب استعاد صفته كملاذ آمن كلاسيكي أو أن هذه الارتفاعات ستكون مؤقتة؟ أسعار الذهب بالفعل في اتجاهات صاعدة ليس منذ هذا اليوم أو هذا الأسبوع حيث أن الارتفاع الحالي لو نظرنا إلى أصله فقد بدأ في شهر أغسطس عام 2018 وحصل ذلك بعدما تغيرت توجهات الفدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة في ذلك الحين فالارتفاعات الحالية في أسعار الذهب هي في الأصل متوقعة لكن الموجات الهابطة التي حصلت خلال أواخر الشهر الماضي وبداية هذا الشهر ربما تكون هي المستغربة لدى العديد من المتداولين الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يقع في ركود والتوقع تشير لاحتمال انكماش في الاقتصاد العالمي ما بين 1% إلى 1.5% هذا بالطبع إذا استطعنا السيطرة على انتشار فارس كورونا وهذا كله يسبب تدخلات كبيرة من البنوك المركزية حول العالم والتي كان آخرها مفاجأة الفدرالي الأمريكي بضخط سيولة بالتريليونات نحو الاقتصاد وكذلك الحكومات حول العالم تقوم بضخط سيولة ضخمة جدا للاقتصاد وهذا بالتالي يحفز الطلب على الذهب إن كان كملاذ آمن وأيضا لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد فانخفاض القدرة الشرائية للنقد هي من أهم المحفزات لارتفاع أسعار الذهب نعم سيد ساركيسي طبعا مع انخفاض النقد وخصوصا مع هذه التحفيزات النقدية التريليونية التي نتحدث عنه ربما هذا ينعكس على أداء الدولار الذي نراه يتراجع لجلسة ثالثة على التوالي صحيح الدولار الأمريكي بالطبع يتأثر حاليا خصوصا مع التوقعات بارتفاع كبير في عجل الموازنة الأمريكية لمستويات قياسية قد تصل إلى 3.8 تريليون دولار وهذا كله أيضا يصب في ضد صالح الدولار الأمريكي لكن بشكل آخر لو نظرنا إلى حركة الدولار فالانخفاض ما زال محدود نوعا ما لكن الانخفاض الملموس هو مقابل العملات للدول الناشئة أكثر من الدول العظمى لكن بغض النظر عن إن كانت دول ناشئة أو دول عظمى فنحن نرى حاليا بعض الانخفاض في سعر الدولار الأمريكي حيث أن الدولار الأمريكي يتعرض لبعض الضغط الهابط لكن لا أستثني أن يعود الطلب بين الحين والآخر على الدولار كطلب السيولة النقدية لكن التحفيزات الكبيرة من الفدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية ربما تكون سبب في إضعاف الدولار الأمريكي حتى لو كان على الملل قصير أيضا نعم سيد ساركيتك ننتقل سريعا إلى أسواق النفط يعني اليوم نرى ارتفاعات كانت على أسعار النفط في بداية التدولات وعادت وارتدت إلى بعض التراجعات واحد وربع النقطة المئوية تراجع على خام تاكسيس وقرابة 16 النقطة المئوية من التراجعات على بريند هل ممكن القول أنه سعر أسواق النفط هذا الخفض التاريخي وعادت إلى موجة التراجع؟ باعتقادي حاليا نحن في مرحلة أقرب إلى الحيرة ما بين المتداولين فالمتداولين ما بين خفض الإنتاج من منظمة أوبيك وحلفائها إلى جانب تخفيضات أخرى ربما تصل إلى حوالي 19.5 مليون برميل يوميا لكن في المقابل هناك توقعات من خفاض الطلب العالمي بمقدار 30 مليون برميل يوميا وهذا ما يجعلنا حاليا في مرحلة من التذبذب في أسعار النفط أكثر من قولنا بأن هناك اتجاهات واضحة فنحن حاليا ما بين ارتفاع وانخفاض في تذبذب لكن باعتقادي بأن أسعار النفط سيتم تسعيرها بعد فترة قصيرة حيث أن الانخفاضات السابقة لمدون 20 دولار للبرميل كانت كتسعير لأسعار النفط الأمريكي الخفيف بعدم وجود خفض للإنتاج لكن مع وجود انخفاض كبير بالطلب العالمي لكن الآن مع وجود خفض الإنتاج فربما نشهد بعض الضغوط الهابطة لبعض الوقت لكن بعدها سوف يتم إعادة تسعير أسعار النفط على أسعار ربما تكون أكثر ارتفاعا من الحالية بقليل لكن لا أقول ارتفاعات كبيرة فانتشار فيروس كورونا نعم ولكن سيتركيس لك ألا تعتقد أن أسعار النفط ستستفيد نوعا ما من تراجع الإنتاج الصخري إلى أكبر هبوط له على الإطلاق بالضبط هذا هو بيت القصيد حاليا فهناك احتمالات ليس فقط شركات النفط الصخري بل العديد من الشركات الأمريكية والكندية وشركات أخرى حول العالم سوف تتأثر سلبا إنتاجيتها بانقفاض أسعار النفط وهذا بالتالي ربما يؤدي للمزيد من الانقفاض في الإنتاج وبالتالي ربما تتحسن ولو بشكل طفيف أسعار النفط خلال الفترة على المدى المتوسط والطويل لكن مرة أخرى وأكد لا أستبعن أن تبقى حالة التدبذب وربما بعض الانقفاض القليل خلال الفترة المقبلة على المدى القصير نعم سيد سركيس سريعا اليوم بيانات من الصين تظهر انكماش في الصادرات ولكن جاء هذا الانكماش أقل من ما كان متوقعا هل ممكن القول أن الصين بدأت تستعيد عافيتها من ناحية التصدير والتصنيع؟ بصراحة بيانات اليوم ربما كانت أقل من التوقعات بالنسبة للميزان التجاري حيظهر أنه 139 مليار كفائد لكن عندما أنظر إلى الصادرات والواردات فكلاهما شهد انكماش وهذا الانكماش إن عبر على شيء فهو يعبر أن الاقتصاد الصيني ما زال مثقلا من أجمة كورونا وباعتقاد أن أجمة كورونا حتى لو انتهت في الفترة المقبلة فما زال لها تبعات سوف تؤثر إن كان على الاقتصاد الصيني وأيضا على الاقتصاد العالمي فربما نرى حاليا بعض التحسن الطفيف في الاقتصاد الصيني لكن الظروف الاقتصادية العامة ما تزال سلبية حتى أن التوقعات تشير لاحتمال انكماش الاقتصاد الصيني بواقع 6% خلال الربع الأول وبالتالي حتى لو شهدنا بعض التعافي خلال الربع الثاني فلن يكون ذلك تعافي كبير بل على الأرجع أن يكون تعافي طفيف ويستمر الانكماش في عديد من القطاعات الصينية شكرا لك سيد ساركيس تشوفريان على كل هذه التحليلات وأنت محل الأسواق عالمية في مجموعة إكوتي اشتركوا في القناة